ماساء الخير وصباح الخير نرحب بكم جميعا وخاصة أولئك الذين ينضمون من مكان بعيد أو في وقت متأخر أو مكر شكرا لانضمامكم لهذه الندوة يوم الأربعاء حول موضوع الوقاية من الأوبئة والجوائح من خلال وانهلت أصوات من محترفي وانهلت باستضافة منظمة صحة العالمية أبي وينت ونود أيضا أن نرحب بالدكتورة ماريا فان كيركوفي المديرة الجديدة بالنيابة لإدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها ونتمنى لها كل التوفيق في منصبها الجديد بالنسبة لأولئك الجدد في أبي وين هذه شبكة معلومات الأوبئة تابعة لمنظمة صحة العالمية من أجل ترجمة العلوم والمعرفة في حالات التوارئ الصحية من خلال ندوات أبي وين عبر الإنترنت وهدفنا هو ترجمة العلوم بطرق يسهل الوصول إليها ومفهومة وضع صلة لاتخاذ إجراءات وقرارات مستنيرة في مجال الاستعداد والاستجابة لدينا اليوم لجنة رائعة ستشارك وجهات نظر مختلفة من مختلف أنحاء العالم حول ما تعني صحة واحدة الدكتورة ماريا فان كيركوفا من منظمة التأهب للأوبئة والوقاية منها من منظمة صحة العالمية والدكتورة كاثرين ماشالابا وهي كبيرة مستشاري سياسات والعلماء لتحالف الصحة البيئية من أمريكا والدكتورة ميرنا كاي كانينغام كاين وهي ممارسة طبية من نيكاراغوا والسيدة تشاني سويلان وهي المؤسسة المشاركة لكاوسان كامبوديا والسيد مادي سابادوغو المؤسسة المشارك والمناصق العام من مؤسسات مكافحة داء الكلب في بوركينا فاسو ستدير الجلسة السيدة لتيشيا سيفر من منظمة صحة العالمية لدينا بعض الملاحظات يتم بث هذه الندوة مباشرة عبر الإنترنت على قناة أبي وين يتم الآن تسجيل الندوة وبعد ذلك سيكون تسجيل متاحا من موقعنا الإلكتروني الترجمة الفورية متاحة اليوم باللغات الفرنسية والإسبانية والعربية والبندقالية يرجع الانتقال إلى إقونات الترجمة الفورية لاختيار اللغة وأيضا لدينا ترجمة الفورية بتقنية الذكاء الاصطناعي باللغات الروسية والصينية والهندية والسواحلية ونحن ندعوكم جميعا إلى نشر اسمكم وموقعكم ومؤسستكم في خانة الدردشة ونود أن نعرف من أين تنظمون إلينا أرجع إضافة أي أسئلة قد تكون لديكم في خانة الأسئلة والأجوبة حتى نتمكن من تتبعها بسهولة والآن بدون إطالة سأعطي الكالية مليمايرا فان كيركوفل للترحيب بكم في هذه الندوة شكرا لك أغنيسي يسرني أن أنضم إلى هذه الندوة في أول أيام من العمل كمديرة بالنيابة ويسرني أن نره العدد الكبير من الأشخاص الذين ينضمون إلينا في هذه الندوة وإذن للأشخاص المنتسبين في سلسلة One Health كما تعلمون نحن نغطي العدد من الأوبئة الناشئة وبدأنا في شهر مايو الماضي وكنا قد غطينا عدد أوجه من مقاربة One Health كما تعلمون بعد يوم غد في الثالث من نوفمبر سوف نحتفي بيوم One Health وهو طبعا ليس يوما دوليا ولكن نحن ارتأينا أن الوقت مناسب لكي نحتفي به الآن وكما تعلمون اليوم سوف نسمع الأصوات من عدد من الممارسين الطبيين من حول العمل الذين يعلمون على الوقاية من الأوبئة سوف نستمع إلى تجاربهم في الميدانية ولدينا اليوم طبعا مجموعة من المتحدثين ونريد أن نستمع إلى أصواتكم أيضا أنتم المتابعون وأرى أن هناك حركة في خانة الدردشة أرجو منكم أن تدونوا أسئلتكم في خانة الأسئلة والأجوبة لكي نتمكن من إجابة عليها هذه الجلسة ستكون تفاعلية نريد أن نسمع إلى وجهات نظركم وإلى تجاربهم إذن One Health هي مقاربة يتم تطيقها عبر قطعات وجهات مختلفة وعبر أشخاص مختلفين والتعلم من مختلف الأشخاص سيساعدنا على تركي بصمة جيدة من شأنها أن تساعدنا في عملنا في المستقبل بالنسبة إلي شخصيا أنا غالبا ما أفكر في الوقت الذي قضيته في كامبوديا حيث عيشت هناك لمدة سنتين وكل ما أعرفه عن One Health تعلمته في كامبوديا ويسرني أن يكون معنا اليوم متحدث من كامبوديا وأنا غالبا ما أفكر في الوقت الذي قضيته هناك حيث أن قطاع الصحة الحيوانية والصحة الإنسانية يعملان أو يتعلمان التعاون بشكل جديد لتواصل إلى فهم أهمية التعاون من أجل التخفيف من انتشار هذه الأمراض التي ممكن أن تتطور إلى أوبئة كما ذكرت أنا أفكر دائما في العمل الذي كنت به فيه مع مثلا زعيم القبيلة في القرية التي كنت أعيش فيها وأيضا المؤسسات المختلفة والقطاعات المختلفة التي كانت تتعاون وتنسق فيما بينها خصوصا وزارة الصحة وهناك تعلم كيف أعمل بمقاربة متعددة الأطراف أنا لا أريد أن أذكركم طبعا بكل الأمراض والأوبئة التي لا يمكننا أن نواجهها والتي ممكن أن تتطور إلى أوبئة منتشرة اليوم نحن نختبر هذه التعب المنتشر هذا بسبب كل ما تعرضنا له خلال سنوات الثلاث ونصف الماضية مع شركائنا حول العالم نحن نعرف ما هي المخاطر التي أن المخاطر في تزايد تخاطر الأوبئة لذا نعمل بشكل مستمير مع الأعضاء مع دول الأعضاء ومع الشركاء لكي نحرص على أن المكاسب التي حققناها لا سيما خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية بدءا من انتشار جائحة كوفيد هي مستدامة وستساعدنا على الاستعداد للوباء المقبل وفي هذا السياق أريد أن أتحداكم من خلال الأسئلة التالية لكي نعرف كيف يمكن لونهيلت أن تجد الحلول والشركات التي من شأنها أن تساعدنا على الاستعدادات لمواجهة الأوبئة المستقبل كيف نستطيع أن نحول هذا التعب وهذا الإرهاق وكل الدروس التي تعلمناها لكي نحول هذه السردية كيف نستطيع أن نعالج مخاطر الأوبئة في المستقبل يسرين أن يكون معنا هذه اللجنة لجنة من أشخاص مميزين سيشاركوننا تجاربهم والحلول والنتائج التي توصلوا إليها إذن لنستمع إليكم لنستمع إلى كل المشاركين لكي نتوصل إلى صوت واحد لكي نتمكن من تطبيق وانهيلت على مستويات عالية ومتقدمة لكي نستعد لكل المخاطر التي تهدد الصحة أشكركم وعودة إليك أجنيسي شكرا لك ماريا شكرا على هذه الكلمة الترحيبية الآن بما أن هذه الجلسة تحتفي بتنوع الأصوات نريد أن نستمع إليكم جميعا زميلتي سبريا قد شاركتكم زلايدو.com هذا الرابط موجود يمكنكم أن تدخلوا عبر هذا الرابط تجدونه في خانة الدردشة الرجاء تبع هذا الرابط وأمامكم خمس دقائق لكي تجيب على الأسئلة وفي هذه الأثناء زميلتي ليتيسيا سوف تطرح السؤال نفسه على أعضاء اللجنة إذا كانت لديكم أي مشاكل نرجو أن ترفعوا صوت وسنساعدكم الآن ننتقل إلى ليتيسيا التي ستتولى إدارة هذه الجلسة شكرا لك أن ينسي إذن هنا ترون هذا الرابط على الشاشة والآن سننتقل أولا إلى دكتورة ميرنا أنت جراحة طبية وأنت ناسية في مجال حوق سكان الأصليين نريد أن نستمع إليك ما هو تعريفك بوانهيل في هذا السياق بكلمات مختصرة ميرنا الكلمة لك شكرا بالنسبة لسكان الأصليين وانهيل والصحة تعادل التعايج ما بين الإنسان والطبيعة مع أنفسهم ومع الآخرين وهذا يعني الصحة والسلام البيئي وهذا المفهوم يتضمن عناصر جسدية وعاطفية وفكرية ويتضمن أيضا أن جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمنع أن يكون هناك وانهل إذا لم تكن حقوقنا الجماعية مثل الحق بموالد الطبيعية وبالأرض إذا كانت غير مضمونة شكرا لك شكرا لك شكرا لك ميرنا أنتقل الآن إلى كاثرين أنت عالمة رئيسية في مجال الصحة والسياسة في إيكوهيلث ألاينس وأيضا عضو في لجنة الخبراء رفاعة المستوى وانهلث من خلال خبرتك ما هو تعريفك لوانهلث أو الصحة الموحدة؟ إذا أنا لدي تعريف ولكن بالنسبة إليه هو فهم المشكلة بشكل موسع وفهم اللاعبين الأساسيين والفاعلين وأيضا معرفة الخلول إذا هذه هي التي تعطينا نظرة شاملة إذا علينا أن نعمل بشكل تعاوني لكي نفهم كيف نستطيع أن نخفف من العواقب والآن ننتقل إلى تشاني عملت بشكل وثيق مع هيئة مكافحة الأمراض المعضية في كامبوديا ولديك خبرة في الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات إذن ما هو رأيك؟ شكرا لك لتيثيا أنا من وجهة نظري وانهلث هي التعاون ما بين قطاعات الصحة الإنسانية والحيونية والبيئية ومن المهم جدا أيضا مشاركة المجتمع والعمل بشكل تعاوني للحرص على الاستعداد الاستجابة لأننا نعيش في بيئة أو منظومة بيئية واحدة وأخيرا مادي إذن كما ذكرنا سيد مادي تتحدث بلغة فرنسية أنت دكتور مادي أنت قمت بتأسيس منظمات غير الحكومية رابيز في بوركينافاسو والآن تعمل في وزارة الزراعة والموارد الحيوانية ومصايد الأسماك ما هو رأيك؟ شكرا لك يا سرين طبعا أن أشارككم تجربتي تجربتنا في وان هيلت وان هيلت بالنسبة إلينا هي العمل التعاوني ما بين مختلف القطاعات وبين مختلف الجهات الفاعلة للوصول إلى صحة مثالية لكي نسمح للبشر والحيوانات بالعيش بسلام وبصحة طبعا ثم ثلاثة أبعاد الأبعاد القطاعي وهناك أيضا البعد الميداني نحن علينا أن نعمل كلنا معا وبشكل منسق لكي نتمكن من مواجهة الأوبعاء شكرا لك مادي عودة إلى جنيزي دعونا نعرف أيضا ما هي المساهمات التي قدمها المتابعون شكرا لك ليتيسيا وشكرا لكم جميعا على مساهماتكم دعونا نرى ما لدينا هنا سوبريا هل تشاركيننا الإجابات؟ أستطيع أن أشارك النتائج شكرا لكم جميعا على مساهماتكم نرى هنا التعاون إذن ما هي وان هيلف؟ هي تعتبر تعاون أو مقاربة متعددة الجهات وهي مقاربة شمولية ومتعددة القطاعات برنامج متعددة القطاعات وأرى هنا كلمة شمولية وأرى كلمات مثل المقاومة أو القدرة على صمود والصحة الجماعية متعددة القطاعات يأسرون أن نرى كل هذه التفاعلات من الأشخاص المضمين إلينا الآن يمكنكم أن تستخدم رابط نفسه في نهاية هذه الجلسة مجددا عندما نوجه لكم سؤالا آخر الآن لندخل في نقاش المشاركين لتيسيا تفضلي شكرا لك أنيازي الآن أصبح لدينا فهم أفضل الكلمات الرئيسية وأصواتنا المتعددة فكنا قد طلبنا من كل من أعضاء اللجنة أن يقدم لنا مثالا ملموثا عن تجربته في كافية تطبيق صحة واحدة للبقائم الأمراض الحيوانية ولديهم بعض الشرائح لنبدأ الآن مع مادي سيد مادي نريد أن نستمع إلى تجربتك خصوصا أن طبعا المؤسسة الوانجي التي تعمل فيها وهي بوركينا فاسو الخالية من ذلك الكلب كانت لديها تجربة واسعة في هذا المجال لنستمع إليك شكرا لك ما بعد كل هذه التعريفات التي رأيناها نحن كنا قد عملنا بحيث في بوركينا فاسو لدينا تجربة من خلال جمعية من خلال منصة تابعة لجمعية وقد تخصصت في مكافحة إداء الكلب وأريد أن أشارككم هنا بعض النتائج أو بهذه التجربة في بوركينا هذا بلد لدينا 70% من الكلاب التي تقعد تكون إيجابية لداء الكلب في عام 2019 أدى ذلك إلى إنشاء One Health وهي ما بين وزارة الصحة وزارة الزراعة وزارة البيئة وزارة الموارد البشرية وفي هذا الإطار لداء الكلب تم أطاؤه الأولوية وتم في عام 2020 إنشاء ريبيز فري بأفي لكي تركز بشكل أساسي على هذا الداب وبالإجمال وضعت هذه المؤسسة يعني خطط لتعزيز الإدارة المناسبة للأشخاص الذين يتعرضون من خلال الوصول إلى PEP ولدينا عدد من المتعليمين وأيضاً لدينا فريق عمل متخصص ولدينا أيضاً عدد من الأقسام فلدينا يعني الأطباء المخصصين بصحة الإنسانية والبشرية وأيضاً في الصحة الحيوانية لدينا عدد من الجهات الفاعلة التي تتفاعل وتتعاون لكي تتمكن من تحقيق نتائج فاعلة إذن نحن يقوم عملنا حول أربع نقاط النقطة الأولى هو مراقبة هذه الأمراض التي تأتي من مصادر حيوانية ومن خلال مختلف الكفاءات التي لدينا نعلم أن طريقة الفضلة لمكافحية من خلال تطعيم أو تلقيح هذه الحيوانات التي ممكن أن تحمل هذا الداء وأيضاً عندما يكون لدينا حالات محددة فإننا نتعاون مع المختبرات المتوفرة لتطعيمها وعندما يكون إنسان قد تعرض لعدد فإننا أيضاً نستطيع أن نتولى هذه الحالة من خلال حملات التلقيح في المجتمعات وأيضاً يتم فحص هذا الشخص ومعالجة الحيوان حامل الداء وأيضاً هناك عنصر أساسي وهو التعليم خصوصاً وأيضاً مع التوصيات الجديدة من قبل المؤسسات الدولية والحقومة لذا من خلال هذه الجلسات التعاونية المختلفة والحملات التوعية فإننا قمنا بتعزيز بناء القدرة ومن المهم أيضاً أن نضيء على الفرصة المتاحة للعمل مع الميديا والسوشيال ميديا فنحن نستعين بمنصات السوشيال ميديا لكي نتمكن من نشر المعلومات على نطاق واسع لأنه في بلادنا وفي أكثر المناطق عزلة يكون لدينا إمكانية للارتباط بشباكة الإنترنت وبالتالي فإن المجتمعات في كل مكان تستطيع أن تتابع السوشيال ميديا وأخيراً هناك طبعاً مسألة أو راكزة البحث أنه من المهم جداً أن ندعم الأنشطة التي نقوم بها من خلال ورش البحث لأنه من المهم أن نتمكن من دعم الاستراتيجيات الوطنية من خلال البحث فهذا من شأنه أن يفيد الحكومة لكي تتمكن من وضع السياسات المناسبة فنحن لا نعرف ما هو النموذج الذي يجب الإضاءة عليه ليس فقط لمعالجة دائل كلب وإنما أيضاً لمخاطر الصحة العامة الأخرى لهذا فإن الأبحاث مهمة جداً بهذا السياق وباختصار أولاً اليوم إن دور المجتمع المدني أساسي لمكافحة هذه الجوائح من هذا النوع وأيضاً العمل مع الإعلام والسوشال ميديا لتعزيز نشر الحملات التوعية لكي يكون الجميع على طلاع بالمخاطر وما يجب قيام به عند مواجهة هذه المخاطر وأيضاً وأخيراً علينا أن نستفيد من كل الوسائل المتاحة لدينا لكي نقوم بالتدخل عثراً ثمة انقطاع في الصوت وأذن علينا أن نمضي قدماً خطوة بخطوة لكي نرسل إلى أهدافنا وإنما ما هو مهم هو أن يكون لدينا دعم يسمح لنا وأيضاً عمل على طاق واسع لكي نغير من ذهنية المنتشرة في المجتمعات لأن علينا أن نعمل بحيث أن ظروف المعيشية في مجتمعاتنا يمكن أن تتحسن لكي نتذكر من مواجهة الأمراض حول العالم وعلينا أيضاً أن نعزز ممارسات الصحة السليمة وستكون لدينا فرصة لمناقشة هذا الموضوع مع زملائي شكراً لك ماديا شكراً على هذا المثال الآن ننتقل إلى تشاني التي تعمل في مجال المثير للاهتمام كما يسرني أن أتعرف إليك كيف يتم تطبيق المفهوم على المراقبة القائمة على الإنسان الحواني البيئة شكراً لك أنا فريقي من كامبوديا المشروع الذي سأعرضه عليكم هو قائم على المراقبة في كامبوديا لننتقل إلى الشريحة التالية أن فريقنا موجود في كامبوديا منذ عام 2009 في البداية كنا نعمل بشكل وثيق مع وزارات الصحة وكنا نستخدم أنظمتهم للوقاية في عام 2009 بدأنا ننظر إلى كيف نستطيع أن ندعم وزارات الصحة من خلال مقاربة وان هيلف وأيضاً حصلنا على وكيف نستطيع أن ندعمهم لإنهاء الجوائح وهذا بالعمل مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة والوقاية المخصصة لصحة البشرية وصحة الحيوانية وهذا ما أدى طبعاً المعلومات عادة المتوفرة ليست منتظمة حول انتشاف الأوبئة وأيضاً البيانات المتوفرة لم تكن كافية إذن نحن قضينا خلال السنة الأولى وقتاً في العمل عن كثب مع الوزارتين وزارة الصحة ووزارة الزراعة لكي نساعدهم على تصميم الحلول وأيضاً قدمنا الدعم من خريق مكافحة الجوائح وقمنا بوضع النماذج الأولية والاختبار الميداني ومن ثم ننقل النتائج إلى الوزارتين والنتيجة النهائية كانت في عام عام 2020 حيث قمنا بنشر هذا النظام الرقمي الذي تديره وزارة الصحة وفي عام 2022 تم إطلاقه في القسم الحيواني في وزارة الزراعة وكان ذلك التأخير بسبب جائحة كوفيد 19 طبعاً الوزارتين تستخدمان النظام نفسه لتقفي ومتابعة الأوبئة في مجتمعات البشرية والحيوانية في كامبوديا ونحن قد وصلنا إلى مختلف المقاطعات في البلاد ما هو مهم في هذا الموضوع هو أن النظام يستخدم كل هذه المقاييس هي مقاييس متكاملة منذ الكشف عن أحالة الوباء ووصولاً إلى كفية معالجته ومراقبته وتقفيه والتنسيق ما بين الأقسام الإقليمية والبلدية والحكومية وهذا جديد ومن شأنه أن يتطور في المستقبل وهو مثير جداً للاهتمام وأيضاً هذا أمر مهم جداً هو أن الوزارتين توفقت على متشارك أو مشاركة سجلات الأوبئة أي في أي حالة عندما يتم تسجيل أي حالة من الميدان التي يكون مرتبطة أي مثلاً H9N2 H5N1 أو ذا البريميات الجمرة الخبيثة ذا الكلب هذه الأمراض الحيوانية التي ممكن أن تؤثر على الصحة البشرية فأنه يتم تشارك هذه البيانات والمعلومات مع وزارة الصحة وهذا أيضاً ينطبق على وزارة الصحة حيث أنها قررت أن تتشارك كل البيانات المتوفرة لديها عن الأمراض المعضية البشرية مع الوزارة الأخرى ووزارة الزراع وهذا أمر مهم جداً لكي يتمكنوا من متابعة أو مواجهة هذه الحالات بشكل مبكر في كمبوديا هذا النظام يوثر البيانات الواضحة لصناع القرار وللوزارتين مما يسمح لهما بمراقبة الوضع وهنا نرى أيضاً صورة أو شريحة تبين كيفية مراقبة ومتابعة هذه الحالات في كمبوديا بشكل إقليمي في المناطق وهذا أيضاً يوفر المعلومات بشكل سريع للوزارتين ولدينا حتى الآن منذ نشر النظام لدينا أكثر من 315 حالة حصلت وتم تسجيلها وتقفيها عبر النظام وطبعاً سيتزايد هذا العدد في المستقبل من خلال العمل أيضاً مع نظرائنا البيئيين شكراً لكم شكراً لكم ننتقل إلى سيدة كاترين وانا متوقع جدا نتشاركين بالتجرب الشيقة التي مرتم بها شكرا سوف أعرض هذه الشريحة اذا اريد العيد ان اؤكد حول السياق هو مهم جدا وهناك بعض العناوين المشتركة انا اقدر ايضا الدور المتحدثين والممارسة وهذا امر مشجع سوف نحتفل بذلك وكيف ممكن ان نرفع هذا المستوى الشريحة التالية انا اريد ان هذه دراسة الحالة ان نتوجه واحد لتخفيف مخاطر الار في في فهذه في جنوب افريقيا كان هناك انتشار كبير 2010 و2011 وايضا حالات الكثير من حالات الماشية والحيوانات والبشر وحالات بسبب يعني ايضا الغذاء وايضا المستوى الحياة المعيشة ونبدأ ايضا نتحضر ونخفف هذه المخاطر وخلال تسعة سنوات من هذه الدراسات كنا نعمل بموضوع توجه نحو صحة عامة نرى هنا بعد الشركة وبعد اللوغوز الكثير المشاريع كنا استطعنا ان نعب هذه الشبكة وهذه هي مهمة جدا من نسبة الى الابحاث ومن مواضيع ايضا البيئة مكونات البيئة وسلوك البشر وايضا من موضوع الاخصادي وكما ترون كل هذه المكونات على الشاشة امامنا الماشية والحوان حيث البرية والبعوض ايضا هذه هي النواحي لاخد الاراها عندما نبدأ نحن بتنفيذ بشرابع يكون هناك حلقة على الطاولة ولكي نجلس الطاولة فكون لدينا فهم افضل وهي تعقيدات ايضا الامراض وايضا التي تود الى الحمى ان انا متشوخة جدا ان هذه الشبكة سوف تستمر بان تطور ويكون هناك شركاء اكثر على الطاولة ولنترجم ايضا هذه الابحاث سوير ولكن هناك اي اسئلة من قلال ايضا الممارسة ومن قلال انا اعتقد ان هناك مخاطر كبيرة للاجل الحمى ومن خلال انظمة المبكرة منظمة التحذير وتلقي اللطاح بمبكر وايضا ان نعمل ايضا مع ايضا ان اعتقد هذه الفرص ان هذا توجه الصحة الواحدة ونعمل سويا ان هذه تترك انفتاح الى اصحاب الشان ان نعمل تحت بظلة واحدة سمعنا الكثير حول هذا المشروع انا اعتقد بان الكثير يعتمدون هذا توجه نحو صحة واحدة ليوروما لنستمع من الاخرين ايضا انا كيف نخفف من هذا يعني كيف وخاصة كيف نخفف من هذه المخاطر للانسان والبشر والحيوانات نسبة الى تغير الطخص والممارسات المستدامة ونضع ايضا البشر والحيوانات تحت الخطر ونعمل ايضا وقد عملنا مع شركائنا والكثير منهم مستدرون اريد ان نحتفل ايضا الابطال يعني الذين عملوا في عدة قطاعات في قطاع الغبات وايضا قطاع الحفظ وانا اريد ان احتفل بهذه الجهود نريد ان نستمر وايضا ان نريد ان ندور كثير من اصحاب الشأن و بنهاية بالنهاية نريد ان نظهر كم هو مهم انه سياق العمل ان نخفف ايضا وننظر الى الاستفادات وننظر الى توجه يعني صحة عامية تساعدنا ان نفهم المشكلة والتوتيح لنا ايضا ان يعني اطلق مجال الى اصوات الصحيحة وان نشمل الجميع وايضا انا سوف اضع في خانة الدشا الرابط حول ما هي المشيرات ماذا يجب ان نفعل لنخف المعظم كيف يمكن ان نرصد وهذه نقطة الانطلاق ولكن ما مر الوقت انه امر مهم هذه مسائل كنت نتصور انه اي دور المشاركين اصحاب الشأن وننظر الى عملية التصميم وتنفيذ الابحاث وهناك مخاطر وايضا مشاركة الاجتماعية واذا كانت هناك في مخاطر بالتخطيط الارض وايضا وكل هذه الاصوات علينا ان نعمل ثويا ان نبكر ايضا حول ثلاثة الاجتماعي الحلول ونخفف وهذه هي الاستفادة الحقيقة شكرا سيدا وشكرا جزيلا انا اريد دكتور ينا اريد ان تعطينا امثلة من خلال صوت واحد ماذا قمنا تفضل شكرا شكرا انا سوف اشارك الكثير من الحالات بموضوع توجه الصح العام خلال الخمسين سنة الماضية لكطبيبة ايضا والعمل مع المجتمعات في المنطقة انا سوف اشارك التجربة التي مررنا بها خلال الكوفيد في 2019 في امريكا اللاتينية عندما يتحدث الناس حول تزايد الحالات التي تؤثر على مجتمعاتهم وكانت هناك اجربة كثيرة من خلال من مجارة الصحة قد اتوا سويا ونظموا العملية التطوير ايضا وتطوير ابحاث ومنصة للناس البدايين هناك من خمسين منظمة بدائية من تتاتاشر دولي والفكر من خلال هذا البرنامج ان يملوا ايضا برامج التنظيمات التي لديها علاقة مع هؤلاء الناس البدايين ما توفقنا علي ان هذا البرنامج ونحاول من خلال الكثير من الدول لنعرف تماما كيف كان تؤثر هذا الوضاء على الناس البدايين اعتقد بان وزارة الصحة لقد تبنت الكثير من الفضوط الارشادية لتخفيف المخاطر ولكن بدأنا بتوسيق ما كان يفعل لأولاد الناس البدايين ماذا يواجهون في من ناطقهم وتمكن من ان نشارك يعني هناك كثير من التجارب واحد من هذه تجارب هي مجتمع والذي يشارك ايضا يشاركون يعني عدود الكودور والفيرو وكان دورهم تاريخي وقد يعني تركوا اقاليمهم كيف كانت كيف هي يعني كيف ما هي المثالة التي كانت تحميهم هذه الحالات الكوبيد الكورونا الناس لقد ذهبوا الى 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 الجزر حيث تعيش الارواح وهذا لديهم يعني ما يسمى التقليد يعني الطب 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 التقليدي وتعامل بالارواح وعمل كيف ان نحمي ايضا المسنين والمجتمعات والاجباب اتأخذوا الكثير والكثير من الامام الديدائية التي تسكن في منطق الامانسون ولكن بعد الكوبيد ما قاموا به استمروا افاحهم من اجل حقوق الارض وان يعودوا الى مناطقهم لان بان ساكوب وايضا للبدايين الاخرين المسنوعات البيدائية يعرفوا بان المناطق هي مهمة جدا بالنسبة اليهم بسبب ان في هذه المناطق الاخليمية التي يعيشون بها لديهم ايضا هذا الطب التقليدي حيث ان يؤدوا ايضا احتفالاتهم الدينية ويكون امكانية عندهم تواصل اتصال مع التقليدي وهذا شيء مهم جدا وعلى سبيل المثال المنظمات الصحة العالمية لقد وضعت خطوط ارشادية لمعالج ايضا الكوفيد في المناطق المساعدات البداية وبعض المناطق ايضا بدأت بعملية وصل وبعض بعد هذه ايضا الناس ومنظمات المعنية البدايين قد توسعوا مناطق اخرى ليعرفوا تماما ماذا يحدث وايضا وجدنا ايضا وزارة الصحة وجدت طباء معينين لمعالج موضوع ايضا يعني معالجة الكوفيد بطريقة ثقافية مقبولة وبعد الكوفيد ما قلنا لو نحن نشجع ونستمر بتجيع ايضا بالصحة او المعالجة من خلال المنظار ثقافي نحن نستمر بتجيع ايضا الطب التقليدي وطريقة لمعالجة المسائل المتعلقة بالناس البدائيين وايضا نرافقهم المنظمات البدائية للمناصرة لحقوقهم في الارض لانهولى الناس انه انه التوجه الصحة العام هي ايضا الطب التقليدي وايضا الاقليم التي اشكونا بها وايضا هناك ثقافة واحدة وبشكلة موضح لتخفف المخاطر الصحية لتعزيز ايضا نظام صحي متين شكرا شكرا للمشاركة الدكتورة بهذه حقوق ايضا الناس البدائيين هناك الكثير من الاسئلة في خانة الاسئلة والاجريبة اريد ان ابدأ بعض الاسئلة المحددة لدكتور مادي اذا ممكن ان تشاركونا اذا مسألة يعني مكافحة الاوبئة والجواح والنصات وقعد ذلك اعطي الكلمة الى سيدة كاتشاني وهي الادوات التي اخذتها في كامبوديا وبعدها ننتهي ايضا كيف يمكن ان نقصر حجز السكوت تفضل دكتور مادي شكرا جزيلا شكرا هل ممكن تبدأ لقد الناس معك دكتور مادي تفضل اذا اذا ممكن ان نعزل ان مهم جدا تفضل ويعمل لها في نشر نجاح في هاتفة في النجاح لأسفرات المستخدم الجانب لتحقق الى حالة تحقق المشكلة نعم بلأسفر نعم بلأسفر نعم بلأسفر من المجددين المقابوس دمجمع نعم بلأسفر ويساعدت الموجودة في عام 2020 على المقابوس ومعاً في 2022 عاماً بعمل الزياني موضوع في موضوع العيوانات لقد تجعل الناس الموضوع ومعاً بعمل الزياني موضوع يجعلها على صحة العيوانات وموضوع النظام الذي يطلب تصميم مع الوزارات ولكي نلتقط لأنه ربما البشر ويعني صاحة البشر وصاحة الحيوانة المهمة جدا نريد أن نفهم ذلك ونريد أن نتأكد نزود النظام يعني النظام ليوائم لحاجات هذه الوزارات وممارسة إضافية لموضوع مدى يقومون به بهذا الحق وهذا شيء مهم نحية مهمة جدا بمعنى خلطها سيحصل على الجودة كل شيء يعتمد على حاجات المجتمعات والرصد وتشجيل التقارير ونحن نحدث التصميم في مرحلة مقبلة ونحاول أن تدخل ونساعد أيضا الخضرات ونرى أيضا البنية الأساسية ويكون هناك أيضا إمكانية الوصول إلى الإنترنت والكمبيوترات ونحاول أن نكون خلقين وهذا يستطيع لنا بمرحلة بكرة وعدة أيام قبل أن ننطلق إلى المحافظات شكرا هذه التفاصيل لأعطي الكلمة إلى تغطينا أمثلة حول التعاون وأيضا تطبيق العلوم في القطاع تحدث عن قطاع الناجح وماذا يعني ما هو عملية ما هي ظروف هؤلاء الناس البدايين يعني يشاركوا يكونوا جزء من هذه الشكرا أنا أعتقد نحن نرى يكون هناك تنصيق بشكل روتيني وتواصل مهم جدا وهذه هي أداة مهمة نريد أن تأكد بأن هذا الروتين خلال ليس خلال الانتشار لكن قبل الانتشار نفهم يعني بشكل يومي ما هي المخاطر وأيضا نحللها وبنهاية المطاف هذه الفرصة الوحيدة لتحديد أيضا هذه نقطة الدخول إذا كان إذا يعني غاب عننا أي شيء ما هي الأولوية التي يحتاجون إليها وما هو الدول يجب أن نقوم به يعطيكم أمثلة في موضوع أيضا الإدارة يعني المنطق المحمية وأيضا لعملية يعني المناطق يعني أنا أعتقد أن يفهم هذا السياق أن نعمل مع القوى العاملة ومع رأس الغباد ومع الأعضاء المجتمع نرى أيضا كل واحد لديه دور أيضا لتخطيف هذه المخاطر وأيضا التجربة التي شارك بها أيضا المناطق المحمية وهذه نرى الكثير غالبا كثير من الثغرات وهناك كثير من الفرص أن يكون هناك تنسيق آلية في التنسيق وأن يكون هناك مصادر كثيرة على الطاولة وليس فقط في زوية الدردشة ليس موضوع أيضا نريد أيضا نريد استثمار في المكافحة أيضا نريد خبرات بشكل يومي وهذا مهم جدا نركز على السياق أن يكون لك روتين تنسيق لنرى المدخل شكرا دكتور مينة وجهة نظيرة للناس البداية نريد أيضا أن نعرف تماما بنياتهم وعلينا أن نكيف أيضا حقوق الإنسان بأي نحج نريد أن نقوم به ننظر إلى الناس البدايين الذين علينا أن ندرك بأن لديهم أيضا حقوق جماعية إذا أردنا فعلا أن نكسر هذا السكوت علينا أن نعمل ونتواصل مع الناس الذين لديهم أيضا طبيعة خاصة وأيضا هناك تنوع وأن نصغ إليهم أول شيء الذي نقوله أن عملية قراس التطوير هو الذي ينتج النوع من المشاكل إذا استمرنا أيضا عملية موديل خاص لتخرج وتطوير نعم أيضا سوف نؤثر على الطبيعة وأيضا سوف أيضا نكسر هذا التوازن يجب يكون أيضا كثير من هذه الأمراض أنا أعتقد أن هذه بعض النطاقات التي يجب أن نعالجها من خلال أيضا لتشجيع أيضا الموديل الذي نكون محترم نحترم الطبيعة ونحترم أيضا التوازن بين الحيوانات وبين أيضا البشر وكيفية العيش بالطبيعة التوجه الثاني هو بأن نهج الثاني نحن نشجع أيضا تحديد ذاتي على سبيل سأنا عيش في نيكاريكو وفي مناطق ذاتي منطقة حكم في إدارة ذاتية وقد أوجدنا نظام نهج الخاص الذي يجمع بين أيضا الطب التقليدي مع الطب أيضا تشمل أيضا التقليد والطب ونأتي بهذه نأخذ هذه المعرفة إلى النظام الصحي وننظم النظام الصحي بطريقة أن تكون محترمة بالتاريخ التي نحن نعالج المسألة الصحية للأجيال وأيضا هذه قد لا ممكن أن نخوم بذلك فقط أن لدينا أيضا يعني مفقوضية عملية التحديد الذاتي واستقلال بممكن أن ندعو كل هذه القطاعات وأن يجلسوا حول الطاولة ويعرف ما هم الناس الذين نريد أن نتأثر بالأوبيع إذا لم نغير طريقة عمل النظام الصحي في الحكومة إذا استمرنا إلى الصحة نظر الصحة من خلال وجهة نظر منظر قطاع واحد ويكون من الصعب أن نكسر هذا الصمت ونريد أن نحضر بالطبع عملية البيانات لا يمكن يعني يجبك هناك بيانات لأنه يعرف تماما عما تركزون عليه ولماذا شكرا 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 دكتور يعني حول مسأل حقوق الإنسان أعتقد هذه مهمة جدا مع ذلك أشكركم جميع وأعطي الكلمة إلى الجمهور وأغنيس تفضلي يعني الآخر شكرا لتيشيا وشكرا جميعا لهذه المدخلات مهمة جدا هناك شيء آخر أريد أن نطلب منكم أن تشاركونا كيف تقولون أيضا صحة واحدة بلغتكم الأصلية لذلك وضعنا هنا رابط في داوتة الدردشة كل واحد يجيب على السؤال آخر مرة أعطي الكلمة إلى كيف تقولون صحة عامية في لغتكم الأصلية مرنة كيف تقولين أصل أصل لك تعني صحة واحدة إذا توحدنا بقلب واحد ونريد أن نعيش سوف يكون لدينا صحة واحدة حصلة ونريد مرنة هذه لغة المسكتو وأطلب شانل تعطيني ماذا تعني الصحة الواحدة بلغتها القصية باللغة كامبوديا أنا أقول ساكبو ماذا ونريد 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 ثم أسأل ماذا ماذا كيف تقول صحة واحدة بلغتك الأم دكتور ماذا ما 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 شكرا ماذي؟ كاترين. الدغة الإنجليزية هي لغتي الأمي لكن قلت نعم هنسويه. كلنا إذا نفهم لكنه مهم جدا أن نسمع هذه الأدات لغات. ما هي المتائج على الشاشة السوبرية هل تستطيعين أن تشاركينا؟ أرى هناك الكثير من المتحزين باللغة الإنجليزية وأيضا اللغة الفرنسية والكثير باللغة الإسبانية ولكن آسف أنا لا أستطيع قراءة كل اللغات. طريقة لترجم أو أقرأ الفوارق اللغات المختلفة. هناك تنوع كبير وأيضا أريد أيضا أقفل هذه الندوة. وتحياتنا سوف أنتهي وأريد أن أقول شكرا لكم وإلى كل المتحدثين وإلى المترجمين وأيضا زملائنا بمنظمة الصحة العالمية عملوا على هذه الندوة عبر الويب. ودكتور سوبرية وأمرو أيضا ورئيسة الفريق وأنا جون فاندو وأنا ودكتور ماريا الشراف من دكتور ماريا كفادوت. وشكرا لكم جميعا لمشاركاتكم. قد في مجموعة أيضا للواتس أب إذا أردتم أن تستمروا بهذه المحادثات معنا. وتسجيل هذه الندوة سوف تكون متاحة على مفتاح الإلكتروني. ونستمر أيضا بهذه المحادثة. أريد أن يعني شاركوا بالنشرة البريد الإلكتروني. وأنا المقبل بـ 22 شهر النوفمبر بساعة واحدة بتوقيت جينيفا. وسوف أيضا تعرض سوف ننشرها على ترجمة نانسي قنقر